موسيقى مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم سعيد جدا بعودتي إليكم في موسمنا الثاني من حسد صحة ولدك موضوعنا اليوم قد نترقوا المشكلة شائعة عند الأطفال موضوعنا اليوم يكون سبب في بعض الأحيان يكون لمفر منه مشكلتها اليوم لحسن الحظ مشي خطيرة ولكن نشوفها بزاف ونعالجوها في المنزل مشكلتنا اليوم هي نزيف الأنف قبل ما نبدو لازمنا نعرفه بنزيف الأنف كما تعرفوا الأنف هذا متكون من منطقة صلبة منطقة لفيها العدم ومنطقة لينة لفيها الغضروف هذه المنطقة اللينة تكون فيها الأوعية الدموية كثيرة وهذه الأمعية الدموية تنجم تسيل بالخف خاش رقيقها بزاف كونتوشوها غيشوها وننقروها تنجم يبدأ يسيل الأنف إذن هذه المنطقة الحساسة اللي جاية على واحد سنتيمتر من مدخل الأنف اسموها نتاش فاسكولاكت كينتاشها للداخل اللي يتليموا في هذه الأوعية الدموية الصغيرة وكونتوشوها ولا نتعرضوا عليها بدربها ولا بأي حاجة تنجم تنجم الأنف من الداخل تنجم الأنف يبدأ يسيل وبكمية كبيرة من الإمكان أن نقسمه العساب المصدر للنزيف في الأنف النزيف الأنف إلى قسمين القسم الأول هو النزيف الأمامي والذي نشوفوه كثيرا على الأطفال عن 90% من حالات نزيف الأنف هي نزيف أمامي سواء من جهة واحدة ولا من جهتين ويحدث هذا النزيف في الأوعية الدموية المتواجدة في الجزء الأمامي من الأنف وعادة ما يكون التحكم فيها سهل ونجم نعالجوها غير في المنزل بلا من الدوء الطفل عند الطبيب ولكن كين الحالة الزوجة أو القسم الثاني هو النزيف الخلفي النزيف الخلفي هو أقل شيوعا عند الأطفال نشوفوه خاصة عند الكبار السن النزيف في هذه الحالة يحدث من شرايان يقع في الجزء الخلفي من الأنف ويكون مصحوب في العادة مع ارتفاع في ضغط الدم وهو كثير أكثر تعقيدا من النزيف الأمامي ولازم له العلاج في المستشفى تجدر الإشارة أيضا أن نزيف الأنف لا يأتيش بزاف في الصيف كما تبنينا نحن ولكن يأتي بزاف في المشتاء في المشتاء كان بزاف الفيروسات الهواء يكون جاف يكون البرد وهذه تنجم تأثر في الغشاء تعلن نزيف الأنف أكثر حدوثا في هذا الفصل بالنسبة للسن وقلنا الأطفال نشوفهم عندهم بزاف خاصة الأطفال لأعمار تواحهم تتجاوز ما بين السنتين والعشر سنوات عرفنا هذا النزيف تعلن الأنف الآن ما هي أسباب النزيف تعلن الأنف إذن من بين هذه الأسباب هو الهواء الجاف الهواء الجاف يؤثر على الغشاء الداخلي للأنف وإذا زادت الحكة أو تشين الأنف بطريقة أكثر من اللازم ينجم يهيج الغشاء ويبدأ يسيل الأنف في هذه الحالة هناك سبب تاني وهو تناول بعض المهيجات الكيميائية ما معناه أنه بعض المهيجات يناولون بعض الأدوية لكي نعالجوا شيئا مثل الوشاتات نستعملون في الأنف لكي نخلق النيف أو نستعملون الدواء للانتهيستامينيك أو المضادات التي نستعملونها في حالات الحساسية فإن هذه النجمة تبدلنا جفاف في الأنف وأن الجفاف الأنف يكون محرد لنزيف الأنف السبب الكبير هو في بعض المهيجات تنظيف الأنف بطريقة غير معتادة بعض الأطفال لديهم هذه العادة التي لا يمليحها وليقنا ربنا أولادنا لكي لا يستعملونها كثيرا يدخل نيفا صبعة في نيفا ويخرب ويبدأ تليفوني هذه العادة ليست مليحة ويجب أن ننرب أطفالنا لكي لا يستعملونها حاجة مهمة أيضا الطب الوقائي قلنا بأن الأطفال يجب أن الأظافر تكون قصيرة ويجب أن الأظافر طويلة تنجم تجرح الغشاء الداخلي بسفة سهلة حاجة مهمة أيضا لدينا سؤالنا فيها أن بعض الأطفال ينجموا يدخلوا أجسام غريبة في العنف لا تنجموا ويجب أن يدخلوا كلما يدخلوا الطفل في النف خاصة اللعب الصغيرة ويجب أن الأطفال خاصة لأطفال من قل من ثلاث سنوات يجب أن نأخذ بالنا منهم من بين الأسباب الشائعة أيضا لنزيف الأنف هو تلقي ضربة في الأنف سواء الطفل يلعب بالعجلة ويلعب بكرة القدم في الأنف ويجب أن تنجموا تولد نزيف في الأنف ويجب أن تكون محروسا عند الأطفال خاصة لأعمار من قل من ثلاث سنوات من بين الأسباب أيضا هو العطس المتكرر ويجب أن نرى في فصل الشتاء ويجب أن يكون لدينا ويجب أن يكون تولد التهاب في الأنف ويجب أن تكون سبب نزيف الأنف أريد أن أؤكد أيضا في بعض الحالات تكون خطيرة إذا كنا تناولوا بعض الأنواع من الأدوية مثل الأدوية التي نستعملها كل يوم كما الأسبيرين الأسبيرجيك التي تستعملها الأم كثيرا عند الأطفال لتدويهم من الحمى أو بعض الأدوية التي تنجم تكون أخطر وهي مثل الأدوية كما كما يجري الدم ويجب أن يكون سبب نزيف كبير من الأنف أو من غير الأنف بعض الأمراض يجب أن نحرض في بعض الأمراض يجب أن يكون لدينا ارتفاع في ضغط الدم ويجب أن يكون لدينا السرطان أو أمراض مثل هموفيلية إذا تصررنا نزيف في الأنف يجب أن نذهب على طبيبنا لكي يشخصنا سبب هذا النزيف شيء أخرى للأمهات والأمهات التي تستعملها لتنجم الوشات لتنجم الوشات خطرات لا تستعملها بصفة كما يجب أن نحن خطرات كما يدخلها بأثناء الأنف ويجب أن تنجم الغشاء المخاطئة عن الأنف هي التي تجرح الأنف لم نعرف ما نستعملها يجب أن نعود لدينا طريقة الاستعمال الآن ما هي أعراض الإصابة بنزيف الأنف؟ هناك حالة واحدة أن النف سيسل سيسل بالدم ولكن الأباء خطرات في كمية الدم لماذا؟ ولكن عندما يبدأ الدم سيسل بالخاف سيأخذ سيأخذ الغشاء بطريقة كبيرة في الغشاء أو كبير هذا ما يسبب هلا عند الأطفال وعند الأباء والذي نقصوا من هذا الهلا هناك حالات كما قلتكم في معظم الحالات نزيف الأنف النجم السيطرة في المنزل والنجم بلمندها للمستشفى ولكن هناك حالات أخرى ويجب منها ضروري أن نأخذ الطفل إلى المستشفى ما هي هذه الحالات؟ إذا كان نزيف الأنف تواصل بعد 10 دقائق في أكثر من الأنف ولكن الدم يجب أن نضيف إلى المستشفى الحالة الأخرى هي من أن يكون نزيف متكرر للأنف في مدة قصيرة يحبث ويسيل ويسيل هناك حاجة ومشكلة ويجب أن نضيف للمستشفى إذا الطفل شعر بدوران يبدأ يدوخ هناك مشكلة لأن نضيف لم نستهزة أيضا هذا النزيف الأنف يأتي بعد أن أصيب الطفل في الرأس سواء طاح سواء نضرب على رأس ويبدأ يسيل أن يفتع هذا ليس شيء سهل يجب أن ندوه للمستشفى ولكن الدم أيضا في وسط الرأس ولكن يسحق تشخيص بالرانين المغناطيسي ويجب أن نعرف ما هي المشكلة إذا لاحظتم أيضا أن الطفل بعد النزيف الأنف بدأ يكون عنده تسارف نباضات القلب أو صعوبة في التنفس ويجب أن ندوه للمستشفى أيضا إذا لاحظتم أيضا أن الطفل بعد السواء بدأ يكوح أو يتقيى وهذا الكحة والقياة متخلطة بالدم الذي قلنا ندوه عند الطبيب أخرى مهمة إلاجته هذا النزيف الأنف معه طفح جلدي عنده الدم في الجلد في أماكن مختلفة من الجسم يجب أن نرى التشخيص عند الطبيب المختص إذا لاحظنا أن نزيف الأنف كان معه ارتفاع كبير في درجة الحرارة 39 أو 40 درجة هذه حالة سهلة لا يجب أن نعالجها في المنزل أجب أن ندوه الطفل لا يرى طبيب في المستشفى في بعض الحالات المستعصية يستعمل في الدواء الكيميائي في حالة مرض السرطان أو عنده مرض كما مرض الهيموفيليا أو يشرب دواء كما السينتخون أو الاسبيجيك يجب أن ندوه عن طبيب إذا كان هناك نزيف الأنف يجب أن الجرعة للدواء يجب أن تتغير بعد أن نشطنا أعراض هذا المرض هو نزيف الأنف كيف يجب أن نعالجه العلاج في أغلب الحالات نزيف الأنف هو حالة بسيطة من الممكن أن نتحكم فيها في المنزل بلا مندو الطفل إلى المستشفى كما ذكرنا في بداية الحلقة هذا الأنف يتكون من جزء علوي وهو قاسي ومن جزء صفلي وهو لي ينوغ الظروف لي نجم أن نتحكمه في نزيف الأنف إذا استعملنا السبابة والإبهام ونضغطه ونحصرها في المنطقة التي جاءت بين المنطقة القاسية والمنطقة اللينة وهذا الضغط الذي نستعمله لمدة خمس دقائق إلى عشر دقائق الشخص المصاب بنزيف الأنف يجب أن يكون في وضعية جالس لا يجب أن يستلقي وخاصة هذه شيء مهم والذي يجب أن يقوم لا يجب أن يرد الرأس للوراء نضغطه على الأنف ونضغطه على الأنف ونضغطه للوراء لكي يجب أن يكون هذا الوضعية لا يجب أن نضغطها لأن الدم سيبلي للخلف يجب أن يكون في الوضعية جالس والضغط والرأس إلى الأمن بعد خمس أو عشر دقائق من نزيف الدم نجمو نطلب من الطفل أن يغسل الأنف ونضغطه على الأنف على الأنف من أجل أن يصبح خشرة دم يجب أن يجب أن يحجر كل حجر لذي يجب أن نخرج من الأنف للطفل كما قلنا إذا كان الدم يجب أن يجب أن نستعمل كما قلنا ندخلهم في الأنف من المتساعدة للطفل ونجب أن نستعمل من القطن في كل خيوط ونضغطه في الغشاء الأنف ونجموهم يدرون الحجر أو الكايوتسان على انتغير عزائي المشاهدين إذا اتبعتم هذه الخطوات بالطريقة الصحيحة وقارحتوا الوقت اللازم بمعناه عشر دقائق فإنه بإمكان نتحكمه في هذا النزيف في المنزل بلا ما نضع الطفل إلى المشفى ولكن في كل الحالات الأخرى لأن النزيف لا يحبس وكل حالات صعبة لازمنا نأخذ الطفل إلى المستشفى لكي نشخصه السبب للنزيف من المهم أيضا إذا تحكمنا النزيف في المنزل أنه من بعد هذا الشيء لا يجب أن الطفل يتعرض للهواء الجاف لا يجب أن يتعرض للمهيجات الكيميائية أو الأخرى المهيجات كما يبدأ يعتص بالزاف هذه النجم تعاود تخلد النفي في السيل ولم يجب أن نظف الأنف مرات عديدة في 24 ساعة بعد النزيف حاجة مهمة أيضا أنه في الأيام التي ستأتي مرة نزيف الأنف ماذا بنا نحاوله بأن الأطفال لا يمارسوا بعض الرياضات التي تكون عنيفة أو شديدة كما رياض رفع الأطقال ولم يجب أن يتعرض للمهيجات الكاراتي ويجب أن يتعرض إلى صدمة في الأنف في بعض الحالات ويجب أن يكون النزيف بصفة متكررة ويعاني من الأطفال ولم يكون هناك مرض واضح ماذا بنا ندعو الطفل عند مختص الأنف والحنجرة المدسان أورغيل الذي يجب أن يجب أن يتعرض ما نسمع كوتوريزاتي هذا التاشة فاسكولية ويجب أن يحرقها بالدواء ويجب أن يستعمل الدواء لكي لا يتعرض أن يتعرض للمهيجات أخرى موسيقى مشاهدين الأعزاء في الأخير نزيف الأنف عند الأطفال هو حالة بسيطة في معظم الحالات لا يجب أن نخاف منها يجب أن نغيرها بعض الأشياء في حياتنا يجب أن يجب أن يكون الحالة في المزن 19 أو 20 درجة لأن الأطفال الأطفال لا يكونون قيئين ولا يكونون طوال لكي لا يخربوا بشيء لذلك كل هذه الأشياء يتنقص من هذه الظاهرة عند الأطفال إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا اليوم وموضوع نزيف الأنف ما تنسوش بلي أني نكون متوصل معاكم على صفحتنا في الفيسبوك صحة ولك إلى لقاء آخر إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر